لم يصوتوا لكنهم ليسوا مقاطعين أعمالهم الشاقة نخرت بصماتهم أجهزة المفوضية لم تقرأها رغم تحديثهم للبيانات العالم أسماها ما طلعت أنا من ضمن الناس مدرستين رحت لها السبب هم من عندهم التقدم بالسن منع هذا الآخر من الانتخابات بصماته اختفت أيضا في محطة الاقتراع اقترحوا عليه الليمون علاجا لإظهار بصمته لكنه لم يجد نفعا ورحت داع انتخب بلقوبة وصلت خلي أصابعي أصابعي ما طلعت شا سوي لاني فوق الثوانين انت محدث؟ ايه قويتي عندي ما خلاني انتخب قلت لها بريد توخر صوتي انت فوتت قبلي جماعة قل لي ما يصير رحت قخشني ايدك مدري شنو سوي أصابعك رجعت نفس الشي الله شاهد ما انتخبت؟ لا ما خلاني قال تعال وراء الظهر افرك ايدك بليمون اخسلها ردت محكم اما المقاطعون يعتقدون انهم وجدوا ضالتهم منذ الانتخابات السابقة وان مشاركتهم من عدمها ترتبط بنتيجة واحدة تدوير الوجوه عملية باقية والفارق الوحيد طريقة طرح الاحزاب لمرشحيها سواء انا طلعت الانتخابات او ما طلعت الانتخابات هناك جهاز سياسية كل واحد عدة الاف مؤلفة مطينهم رواتب ومسوينهم سياسيين ومسوينهم ناس مطتة اما هو اللي اضطهد الشعب العراقي الحقيقي اللي هو اضطهد واللي شبع ضيم ما ضيم من حروب ومن مأساة ما حصل اي شي ولهذا السبب الناس ملت واصبح النا كل الوضع تعباني المشاركون ايضا خرجوا عنوة الحافز الوحيد لديهم كان يعتمد على ضربة حض قد تحدث تغييرنا حتى وان كان جزئيا هاي تبديل جديدة للحكومة كافة ولاكة 18 سنة ماشي ابنا حيات اريد نعي موحنا نفسنا العادل جهان جهاننا لدينا مستقبل لهم احنا بالله كبرنا عمرنا ووصل الى 50 سنة بس جهاننا شنو ذلوهم اريد مدارس اريد المساة الصوفية حتى نوديهم للدكاترة اريد عيشة كريمة اريد نعني بيه سكين حدنانا نقاعد باليجار ورجال حدنا انا عامل يومية عشرين يعني انا اشوكل الهشة العديبية اشوكل الطوات من بغداد مصطفى لطيف قلات الدجلة الفضائية اشتركوا في القناة